السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي النهار ده مع هالة فؤاد وأزواجها وأولاتها وحجابها ومعاناتها الشديدة مع المرض وكمان صور ندرق ليها هالة فؤاد اتولدت في أبريل 1953 حصل تعالى باكاليريوس تجارة من جامعة القاهرة ولدها هو المخرج أحمد فؤاد هالة فؤاد اتولد في بيت فني التحقت بالتمثيل وهي طفلة صغيرة صورت كام لقطة كده في فيلم اسمه أجازة بالعافية وهي طفلة ولقطت صغيرة وهي طفلة لكن بعد ما خلصت وانتهت من درستها في قليل التجارة مثلت أفلام كان ظهرها الحقيقي في مسلسل اسمه الإنسان والمجهول مع محمود عبد العزيز وكمان ظهرت مع فيلم ميني جنن مين مع حسين فهمي ومحمود عبد العزيز محمود ياسين عفوا هالة فؤاد تميزت بشكل ملائكي جميل كانت كل بيتنبأ لها بمستقبل كبير في التمثيل كانت مرشحة لدور مهم في فيلم بيت القاصرات لكن الحقيقة الدور أخدته سماح أنور هالة فؤاد تميزت زي ما قلت بملامحها الملائكية أثناء تمثيل الفيلم الاحتياط واجب اللي كان بيخرجه والدها وكان بيقوم ببطلته أحمد زكي اتعرفت على النجم أحمد زكي وكمان مثلت معاه مسلسل اسمه الرجل الذي فقد زاكرته مرتين اتعرفت بأحمد زكي وارتبطت معاه بقصة حب وفي سنة 1983 تزوجت أحمد زكي في حفل كبير ضم معظم الفنانين استمرت زي جتها من أحمد زكي حوالي سنتين أو أقل قليلا في أثناء الفترة اللي هي جوزت فيها أحمد زكي دي أنجبت ابنها الوحيد هيسم هيسم أحمد زكي هلا فؤاد استمرت مع أحمد زكي كزوجة مدة حوالي أقل من سنتين قليلا لكن الحقيقة الزيجة انتهت بالانفصال هنا صورتها مع والدها المخرج أحمد فؤاد انفصلت هلا فؤاد عن أحمد زكي ده صورت هنا مع ابنها هيسم هيسم اللي دلوقتي صورته كانت عنده 35 سنة لكن هو توفي وهو عنده 35 سنة برضو دي صورتها مع أحمد زكي في يوم الفرح تزوجت أحمد زكي فترة أقل من سنتين أنجبت ابنها هيسم لكن الحقيقة انتهت الزيجة بالانفصال بعد انفصلها عن أحمد زكي عاشت في بيت والدها وعاش مع ابنها هيسم لغاية مبلغ حوالي أربع سنين بعد انفصلها عن أحمد زكي بأربع سنين تزوجت من خبير سياحي اسمه عز الدين بركت هنا صورتها مع والدها والدتها وابنها هيسم في فترة الانفصال وأخوها كمان مخرج اسمه هشام فؤاد دي صورتها مع هيسم بعد ما انفصلت عن أحمد زكي اتجوزت خبير سياحي اسمه عز الدين بركت اللي هي صورته معادي وأنجبت ابنها اسمه رامي أثناء ولادة رامي أصيبت هالا فؤاد ببعض الأمراض جالها جلطة في الساق وقصيبت بأمراض أخرى كانت ولادة متعسرة للغاية كانت تعبت جدا ودخلت المستشفى فترة طويلة وبعد ما انجبت ابنها رامي حست مرة أخرى بأعراض الجلطة ورحت المستشفى وتم تشخيصها على إن هو المرض الخبيث توفيت سنة 1993 وتسايد